بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء بناتي الطلبة الأعزاء ورحب بكم جميعاً في جامعتكم جامعة الإسراء اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول الفصل السادس من مصاق بناء وتطوير الذات والمعنون بالمهارات والفنون الذاتية المهارات والفنون الذاتية في هذا الفصل ستكونوا قادرين على معرفتكم بمفهوم المهارة والسكيلز والتي يمكن تطبيقها في العمل والحياة الشخصية معرفتكم فيه لمهارة الاتصال والتواصل تيلي كومونيكيشن والكومونيكيشن معرفتكم لمهارة التخطيط لبلانينج والقيادة لدرشب والإدارة والإقناع والإبداع والعصف الذهني كل هذه المهارات ومهارات أخرى بإذن الله تعالى في الفصول التالية سنتناولها حتى نكون ملمين بقدرتنا على تطوير ذاتنا وبناء الذات والثقة بنفسنا لما لدينا من قدرات ومهارات وتنمية هذه المهارات طلاب الأعزاء في دراستنا للفصول السابقة قلنا بأن التوكيد الذات هو القدرة الشخص على الدفاع عن حقوق ودفاع على ما لديه من مهارات ودفاع عن ما لديه من حقوق وأيضا في الثقة بالنفس اللي هو معرفته بقدراته بمهاراته وتنمية هذه المهارات ونقلها أو تأثير على الآخرين بما لديه من مهارات مختلفة ونجد أن كل فرد وكل شخص منذ الولادة يكون لديه صفات ومهارات تختلف من شخص إلى آخر وتنمو وتكبر هذه المهارات إما أن تكون هذه المهارات طبعا مهارات فطرية تولد مع الشخص نفسه أو مهارات تكتسب مع العمل ومع طبيعة العمل ومع الاستعداد لتقبل هذه المهارة أو الصفة ومن هذه المهارات التي طبعا تسهم بشكل كبير في نجاح الفرد في الحياة في العمل وكما قلت أنها تولد كموهبة مع الأفراد وأيضا تحتاج للثقل والتدريب لتطويرها والمحافظة عليها المهارة استعداد أو موهبة طبيعية أو مكتسبة وهذه الموهبة أو الطبيعية أو المكتسبة تنمو بالمعرفة والتعليم وتسقل بالتدريب أيضا لترينينج طالما نتعلم كل ما لدينا من معلومات وننميها ونطولها ونجعل الفرد طبعا قادر على هذه المهارات تساعد الفرد وتجعله قادرا على الأداء من الناحية الجسمية القوة العضلية أو من الناحية الذهنية العقلية وتستخدم طبعا في التأثير على سلوك الآخرين يعني قوتك وشخصيتك والقدرات العقلية اللي عندك والقدرات الجسمية بيكون لها تأثير على الآخرين وتحقيق أهدافك المرجوة من حياتك على الصعيد العملي والصعيد الشخصي في هذا الفصل طبعا إحنا حاليا في الفترة نسمع عن الكثير يتناول مصطلح اللي هي المهارات الناعمة والمهارات الصلبة المهارات الناعمة هي المهارات الغير ملموسة يعني اللي دائما بتكون لدى شخص ولكن لم تكن مصنفة تحت مسمى المهارات الناعمة كنا نعرف أن مهارات شخصية بيتمتع فيها الأفراد أو الأشخاص زي مهارة التواصل، مهارة القيادة، التفكير النقدي، السلوك الإيجابة، الإبداع، حل المشاكل، اتخاذ القرارات العمل تحت الضغط، كل هذا التحفيز أيضا والتفاوض، الإقناع كلها مهارات كنا ندكها ونتعلمها من خلال معرفتنا لكن الآن أصبحت تصنف تحت مسمى اللي هي المهارات الناعمة أما بالنسبة للمهارات الصلبة مش بصدد شرحها لكن اللي حنتناولوا إحنا المهارات النعمة المهارات الصلبة هي المهارات الملموسة اللي احنا متعلمها في مراحل الحياة التعلمية منها اللي هي العلوم اللي تدرس اللغات، كافة العلوم التي تدرس في المراحل الدراسية أيضا من المهارات الصلبة، اللغات، المواد الحسابية، الحسوب، الطباعة، استخدام الحسوب وتشغيل المعدات والآلات هذه تعتبر مهارات صلبة اللي يتسمى الهارد اسكيز الآن إن شاء الله سنتعرف على مفهوم المهارة وما هي المهارة وأهمية اقتناع بوجود ما لدينا من مهارات وتنميتها وتطويرها طبعا المهارة قدرة طاقة على الأمل على الأداء العمل بمعنى أن لدينا مهارة معينة لدينا قدرة لعمل هذا الشيء لدينا القدرة على أداء هذا العمل أو تنفيذ إجراء معين وطبعا كنا نلمس خلال عملنا في مؤسسة أو شركة أو مدرسة أو جامعة إنه في أعمال وأعباء مسؤولين عليها قدرتنا على أداء الأعمال هي تعتبر مهارة قدرتنا على تنفيذ واتخاذ القرارات أيضا تعتبر من مهارة تنفيذ إجراء معين مكلفين من قبل الرؤساء أو الإدارة العليا يعتبر مهارة اتخاذ أو اتخاذ طبعا هدف باستخدام الأساليب والطرق التي تتسم بالكفاءة والتميز وتحقيق أفضل النتائج من الموارد والإمكانات المتاحة قدرتنا على العمل والتنفيذ واتخاذ القرار وكيفية استخدامنا للطرق والأساليب التي تتسم بالكفاءة والتميز وتحقيق أفضل النتائج هي المهارة مصدر المهارة يكون طبعا كما ذكرنا إما وراثة من الأهل التي تسمح لبعض الأفراد طبعا بالقدرات لا تتوفر لغيرهم وهنا يكون التمييز بين الفرد وآخر من خلال وجود مهارة وراثية أو مهارة فطرية ولكن هناك مهارات يكون مصدرها البيئة من خلال التعليم التديب وأن المهارات منلاقيها في بعض الأحيان زي مهارة القيادة حتى لو كانت يعني تكتسب بمعنى أن القيادة لها تأثير كبير من خلال المهارات من حيث تصنيفها بالمهارات المكتسبة اللي ممكن إحنا تنميتها والتدريب عليها فهذه بتكونش من المهارات الفطرية وممارستها تحت إشراف طبعا قادة أكثر علما وخبرة بالتدريب بالممارسة بالوقت بكون لديهم القدرة على ليدرشيب القيادة هذه المهارات تكمن أهميتها بإنها كما قلنا تحسن آداء الأفراد أو الأشخاص تنمي قدرتهم وثقتهم بأنفسهم وتوكيدهم لذاتهم واحترامهم وتقدير ذاتهم بما يمتلكونهم من قدرات ومهارات أيضا في مجال العمل ترفع معدلات الإنتاجية من خلال التوازن ما بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين بما يمتلكونه من هذه المهارة فتساعدهم على ذلك أيضا تعمل على رفع مستوى رضاهم الوظيفة تضمن استمرار اللي هو وجود فعالية إدارية وتنظيمية لها أهميات متعددة وكبرى للمهارات حيث يتم تنميتها وقدرتها لدى الأفراد على مدار حياتهم حتى يكون لديهم الاقتناع بالوظيفة لديهم اقتناع بما لديهم من مهارات وقدرات للاستمرارية والأمان الوظيفي في أماكن أعملهم من أنواع المهارات الذاتية اللي إحنا حندرسها أو المهارات الشخصية أو الفنون الذاتية طبعا فن اللي هو المهارة الشخصية اللي حنتحدث عنها إن شاء الله ونشرحها بالتفصيل واللي ممكن أن ننميها ونهتم فيها هي المهارات النائمة مثل مهارة الاتصال والتواصل مهارة القيادة مهارة التفكير النقدي والإبداع مهارة التخطيط ومهارة الإقناع وأيضا مهارة العصف الذهني في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نتناول مهارة الاتصال والتواصل ومهارات اللي هو التخطيط ونستكمل في اللقاء التالي باقي المهارات بإذن الله تعالى بالنسبة لمهارة الاتصال والتواصل وهي مهارة اللي هي التلي كوميونيكيشن والكوميونيكيشن كيف يتم تواصل مع الآخرين والاتصال أيضا مع الآخرين من ناحية طبعا لو شرحنا الاتصال الإنساني فهو يعد جانب مهم في الحياة يعد أداة فعالة من أدوات التغيير والتطوير والتفاعل طبعا ما بين الأفراد والجماعات ويساعد على الإشباع اللي هي الرغبات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي ما بين الأفراد وبتلعب دور مهم جدا في التطوير في التغيير الاجتماعي والثقافي في الاقتصادي وكلما اتسعت وتنامت يعني تنامت خطوات التغيير والتطوير يؤدي إلى اتساع وازدياد الحاجة إلى المعلومات والأفكار ما بين الأفراد وبالتالي تساعد على اللي هو قنوات الاتصال تتسع لنقل وإيصالها إلى الأفراد والجماعات وتتوسع الشبكة في المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات ما بين الأفراد أيضا عملية الاتصال هي ضرورية ولازمة في حياتنا اليومية فنبني عليها الكثير من القرارات وضروري جدا في أنه إحنا نتطرق لموضوع الاتصال والتواصل ونتعرف على هذه المهارات حتى نتجنب اللي هو الوقوع في المشاكل اللي نحن في غناء عنها هذا كل ما يتعلق بمهارة الاتصال والتواصل نأتي الآن لمعرفة ما هي الاتصال أو معرفة الاتصال اللي هي التلي كومونيكيشن هي عملية طبعاً طالما اتصال هي عملية وتم معرفتنا بها في فصل الديريكتينج اللي هو التوجيه وهي الوظيفة من مظائف الإدارة اللي أخذتوها في مساق الإدارة مبادئ الإدارة الاتصال مهم وتعرفنا على أنواع الاتصال وتعرفنا على ما هي الاتصال ولكن في هذا المساق سوف تكون ملمين أكثر وعندكم دراية أكبر وإزدياد ازدياد معرفة بعملية الاتصال اللي بتتم بمجبهة طبعاً أنه شخص يقوم بنقل فكرة أو معنى أو معلومة على شكل رسالة كتابية أو شفوية هذه الرسالة الكتابية أو الشفوية بتكون مصاحبة بتعبيرات الوجه ولغة الجسم وعبر وسيلة اتصال معينة ممكن الاتصال يكون شفوة ما بين شخصين اتنين ممكن يكون بالإشارات مختلفة ممكن يكون رسالة معينة ما بين الطرفين هذه الأفكار بتنتقل من شخص إلى آخر وهذا الشخص يكون بالرد على هذه الرسالة حسب فهمه لها حسب ما تم إدراكه لهذه الرسالة من خلال طبعاً كما ذكرنا أن تكون رسالة كتابية أو شفوية من طبعاً الرسالة أو الاتصال لا يكون من شخص واحد يكون عبر أشخاص من شخص لأشخاص آخرين أو من شخص إلى شخص آخر أو فرد إلى فرد آخر العناصر الأساسية للاتصال لابد من وجود أطراف معينة كما قلت لا يمكن الاتصال لاتصال مع فرد إلى فرد آخر أو شخص إلى شخص آخرين فالمرسل يعتبر من العناصر الأساسية لأنه هو الشخص اللي بيمتلك الفكرة أو المعلومة اللي يريد نقلها إلى شخص آخر عبر وسيلة اللي هي الاتصال اللي نحن نتعرف عليها المرسل إليه اللي هو منسميه المستقبل اللي هو الشخص الموجه له الرسالة ويقوم بدوره على اللي هو الرد على الرسالة يعني عندي طرفين اثنان قبل ما نتعرف على العناصر الأخرى اللي هو الطرف الأول هو المرسل والطرف الثاني هو المستقبل الطرف المرسل هو اللي عنده الفكرة أو المعلومة أو المعرفة اللي يريد اللي يريد ينقلها للطرف الآخر اللي هو الشخص الموجه له الرسالة ويقوم بالرد عليها عبر مثلا الهاتف عبر التوجه الشخصي يكون مباشر توجه مباشر أو اتصال مباشر أو عبر رسالة مكتوبة الرسالة هي المضمون اللي بدون ينتقل من الشخص المرسل إلى الشخص المستقبل وطبعا تتضمن تعبير عن الفكرة المراد اللي هو نقلها عبره اللي هو عبارات أو رموز أو أرقام أو تعبيرات الوجه أو الجسم واليدين فعندنا أطراف مرسل مستقبل عندنا الرسالة الوسيلة اللي بدأت تنقل إليها المعلومة أو الفكرة تسمى قناة الرسالة أو القناة أو الوسيلة اللي من خلالها تتم عملية الاتصال طبعا إما بشروط يجب توفرها في الرسالة لازم تكون طبعا الرسالة وأضحى مختصرة سهلة فيها لباقة في الكلام مش بطريقة جأفة بطريقة فيها قلة مثلا أدب معين لازم تنقل بطريقة فيها احترام فيها تقدير للمرسل إليه حتى يتم استقبالها وتقبلها على أكمل وجه هذه العناصر الأساسية اللي لابد من توفرها لعملية الاتصال ما بين الأشخاص ما بين الأفراد والمهارة هنا المهارة هنا تكمن لسكلز اللي موجودة مفروضة عند الأشخاص إنها تكمن في كيفية نقل الفكرة هذه من الشخص المرسل إلى الشخص المستقبل عبر وجود رسالة معينة اللي هي المضمون والقناة وأيضاً بيعمل اللي هو التغذية الفيد باك الراجعة وهي رد المستقبل للرسالة وتتأثر بمدى فهم المستقبل للرسالة الآن نأتي لعرض أهداف عملية الاتصال شو الهدف من معرفتنا للبروسيس للتلكومنيكيشن؟ تسهيل تبادل المعلومات طبعاً مع الأفراد عشان تنتقل المعلومة من شخص إلى آخر حتى يتم مثلاً في على مجال العمل زيادة الانتاجية زيادة الأرباح تحسين منتج معين تقديم خدمة معينة أيضاً تبادل المنافع ما بين أفراد المجتمع والمؤسسات الخدمية والانتاجية عبر التواصل الهاتفي عبر تواصل مواقع التواصل الاجتماعي عبر القنوات المختلفة المفتوحة والتي كلنا يدرك ما هي الوسائل المختلفة التي من خلالها يتم تبادل المنافع الآن المعلومة أصبحت متاحة للجميع يمكن معرفها من خلال مواقع التواصل المختلفة القدرة على اتخاذ القرارات المدروسة من خلال تقديم فكرة أو مقترح أو اختيار بديل طبعاً لمنتج أو لشركة لمنتج أو خدمة معينة المساعدة في تنمية البشرية وتعرفنا تنمية القدرات البشرية تنمية القدرات الذاتية التنمية بالتالي بتنعكس على التنمية البشرية للمجتمعات المختلفة أيضاً من أهميتها أنها تساعد على تنفيذ العمليات الإدارية اللي هي وظائف الإرادة الإدارة اللي هي التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة كل العمليات اللي بتساعد على تنفيذها اللي هي من أهداف عملية الاتصال أيضاً تذليل إلى كثير من الصعوبات اللي بتعترض سير المنظمة والتعرف على مشكلات ومعوقات الآخرين والتعاون والتناغم ما بينهم والتحقيق من المعلومات والأخبار والإشاعات هذا كلها من أهداف عملية الاتصال عملية الاتصال سهل وبسيطة أيضاً مقاومات في عملية الاتصال الجيد ما هي المقاومات الواجب تغفرها طبعاً وجود الهدف النتيجة المرجوة المراد تحقيقها الرغبة في تحقيق الهدف وجود قنوات اتصال فعالة بتتجعل الأفراد دا في دايمومة في استمرارية لتحقيق أهدافهم ووصول إلى مبتغاهم للنجاح للتفوق للتنافس للبقاء في المجتمع في مجتمع والمحافظة على شركاته مؤسسة عمله طبعاً وهناك وسائل اتصال من أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلى يعني من الإدارة العليا إلى المرؤسين أو من المرؤسين إلى الإدارة العليا طبعاً لابد من وجود رغبة في عملية الاستقبال المعلومة وتقبلها حتى ترجو فعليتها أو نرجو فعليتها من أشكال الاتصال يا جماعة الاتصال الأعلى كما ذكرنا اللي هو الاتصال الروحاني اللي هو اتصال العب بربه سبحانه وتعالى هذا الاتصال طبعاً بتم بطريقة غير مباشرة من خلال العبادة التأمل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أما الاتصال الذاتي هو الاتصال الذي يتم بين الفرد وذاته أي عن طريق الاتصال الداخلي مع الذات يعني تواصل دائماً بنمي ما لديه من قدرات تواصل ما لديه من أفكار معينة إبداعات معينة بتواصل إيش مع عقله، ذهنه، إدراكه، الداخلي، تفكيره، تخيله عن الموضوعات اللي بتطرق لإلها، أفكاره لمعلومات جديدة، تصوره عن حاجات معينة، أفكار غير مألوفة، كل فرد طبعاً بمر بالحاجات هذا يبدأ في عملية الأفكار بالتجميع الأفكار يكون بصدر طبعاً الإعلان على الرأي أو اتخاذ قرار أو اتجاه معين فالاتصال الذاتي برضو رائع جداً يكون اتصال ما بين الشخص مع ذاته، مع نفسه هذا لا يوجد لدي عناصر أو أطراف، هذا اتصال ذاتي زي أو مثل الاتصال الأعلى اللي هو روحاني مع اتصال العبد مع ربه سبحانه وتعالى من خلال العبادة والتأمل والدعاء في الاتصال الشخصي الفردي، هذا أشكال منه هو الاتصال الذي يتم بين شخصين وهذا اللي بتنتقل المعلومة من الشخص المرسل إلى الشخص المستقبل أو فردين وهو أكثر أنواع الاتصال شيوعاً يعني يفضل الاتصال الذاتي هو اتصال شخصي مع الذات النفس لوحدها واتصال روحاني مع الله سبحانه وتعالى ولكن المتعارف عليه والاتصال الذي يدرس ويعتبر كمهارة من المهارات النعمة هو الاتصال الشخصي وإما أن يكون اتصال مباشر مواجهة من المرسل إلى المستقبل أو غير مباشر عن طريق طبعاً وسطة معينة كالهاتف أو المراسلة الكتابية أو التخاطب بالحسوب وأيضاً أشكال مختلفة ومتعددة لطريقة التواصل الغير مباشر إذن عندنا أشكال اتصال أعلى، اتصال ذاتي، اتصال شخصي ومن الاتصال الشخصي نوعان مباشر وغير مباشر أيضاً هناك الاتصال الجماعي ما بين الفرد ومجموعة وبين الفرد وعدة أفراد أو عدة أشخاص متوجدين في المكان نفسه وهذا يبدل على أن الشخص بين المرسل ومجموعة المستقبلين لأن المستقبلين أفراد أكثر وهذا الاتصال الجماعي بيكون طبعاً من خلال الندوات، الورشات، أعطاء المعلومات أو التواصل ما بين الجروبات أو فريق العمل ولكن الاتصال الجماهيري هو اتصال ما بين شخص وعدد هائل من الأشخاص أو مئات من الأشخاص أو ألاف أو ملايين من البشر لا يتواجدون طبعاً بالمكان نفسه ولكن عبر وسائل الاتصال المختلفة يكون مثلاً دولياً أو عالمياً أصبحنا الآن في مرحلة الجلوباليزيشن العالمة اللي الاتصال بيكون مع العالم ككل مع دول مختلفة ويكون المرسل معروف لدى المستقبلين بينما المرسل لا يعرف المستقبلين لأنهم كثر لا يمكن طبعاً إحصائهم كما يحدث في وسائل الإعلام، الأخبار، تلفاز، المزياع، والصحافة هذا الاتصال يكون باتجاه واحد فقط من المرسل إلى المستقبلين والمستقبلين ليسوا كعدد متعارف عليه المستقبلين يكونوا بالآلاف، بالمئات، بالملايين ولا يحدث العكس ورد الفعل غير معروف بالنسبة للمرسل هذا الاتصال الجماهيري يختلف عن باقي أنواع الاتصالات المختلفة أو الأشكال الاتصالات المختلفة الاتصال الروحاني الذاتي والشخصي والجماعي والجماهيري وهناك أنواع مختلفة أو أشكال مختلفة نأتي الآن إلى تعرف على معوقات الاتصال ما الذي يحول دون الاتصال مع الأفراد أو الأشخاص الآخرين هناك معوقات إدراكية طبعاً في اتجاه الفرد، مشاعره، إدراكه تؤثر على سلوكه، على موقفه، على فعالية الاتصال وتعتبر عاغ أساسي اللي هو عدم إدراكه في اتجاه الفرد أو مشاعره وبإمكاننا أن نحدد المعوقات الإدراكية من خلال الاختلاف ما بين إدراك طرفي الاتصال وإعطاء المعاني المتقاربة طبعاً ما بوصلش الرسالة لا يستطيع أنه يوصل الرسالة للطرف الآخر بعدم القبول المعلومة اللي بتتضارب طبعاً مع المفاهيم والاتجاهات والمشاعر المختلفة هناك معوقات لغوية بتعتمد طبعاً على استخدام الرموز ترتيب الكلمات، المعاني المتفق عليها أو المرتبط فيها الهدف من عملية الاتصال إنه بيدخل ضمن رموز وإشارات متعارفة عليها طبعاً البدي لانجوج، حركة الجسم، الوجه، اليدين، نبرات الصوت الصوت أعلى، الصوت منخفض، كيفية إيصال المعرفة أو المعلومة لوحظ أنه نفس الرموز قد تحمل معاني مختلفة رمز معين الشخص حب أنه يعطيه للطرف الآخر ولكن لم يفهم عليها أو لم يتقبل المعلومة بين خلال هذا الرمز فبيسيء الفهم أو بيؤدي لعدم فهمه بالمعنى الصحيح في حالة أيضاً استخدام الكلمات الكلمات أحياناً لم يكونوا موافقين فيها في استخدامها أو طباطها بمعاني أخرى وعندما طبعاً وضعنا العنظمة نجد أنه هناك كثير من عدم اللي هو تقبل هذه المعلومات ويكون هناك سوء فهم لبعض الكلمات وتفسيرها الخاطئ من المعوقات الشخصية اللي هي الناتجة عن الشخص نفسه غير المعوقات الإدراكية اللي ذكرناها أو المعوقات اللي حكينا عنها اللي هي طبعاً معوقات لغوية والمعوقات الشخصية مثل عدم التعبير الصحيح عن الرسالة نبرة الصوت والانفعال وعدم الاقتناع أو عدم اقتناع المرسل بالرسالة نفسه فلا يستطيع إيجاد الطريقة التي يمكن اللي هو توصيل الرسالة وعدم اختيار الكلمات المناسبة من العوامل المؤثرة في الاتصالات الشخصية اللي هي عامل التشويه والتحريف أحياناً عدم النزاهة الموقع الوظيفة حب الأنا الأعلى الذات المصلحة الشخصية بيفضلها على المصلحة العامة متطلبات العمل والصدور فبيعطيش رسالة واضحة حتى لا تصل إلى المستقبل بطريقة صحيحة عدم الإدراك الشخصي أنه يؤثر في حكم الشخص على الآخرين ويعامل استماعات الفردية المشوهة اللي بيحدث عندما يكون الشخص متحامل على شخص آخر أو متحيص ضده لسبب ما فبيكون لا يريد أن يوصل له فبالتالي يسيء ويدر به من خلال توصيله لمفاهيم مشبوهة أو مغلوطة عامل الخبرة الشخصية لها تأثير كبير في عملية الاتصال طبعاً من خلال التجارب في الحياة نأتي الآن للتعرف على الاتصال الفعال الاتصال الفعال طبعاً إحنا وجدنا عقبات وجدنا عوامل تؤثر على معيقات على الاتصال فلابد من تلافي لهو العقبات فمن خلال زيادتنا لكفاءة الاتصال تحسينه زيادة فاعليته والأشياء اللي ممكن إحنا نزيد فيها الاتصال أو يكون الاتصال فعال لابد من زيادة فهم للعاملين بكيفية الاتصال مكوناته وهذه الضرورة تكمن في كل فرد معرفته بكيفية الاتصال بأنواع اتصال أشكال الاتصالات عناصر الاتصال الأساسية طريقة الاتصال أن تكون والتواصل مع الآخرين تكون من خلال برامج تدريب مستمرة تطوير المهارات الاتصال بالنسبة للعاملين أيضا تدريب العاملين على استخدام وصائل الاتصال بطريقة سليمة اجتماعات والمقابلات الشخصية تقارير وكيفية معرفتهم الطرق الأساسية للشخص يكون عنده التوازن في حياته الشخصية بين عمله يكون عنده حس فكاهة يكون شخص أمين ومحل الثقة ومن المهارات أيضا اللي من خلالها يكون عنده سلوك إيجابي للتعامل والتواصل مع المعلومة ومن أهم مهارات الاتصال اللي هو حسن الإنصاط حسن الاستماع حسن الإصغاء الإنصاط هي أقوى من الاستماع لأنك بتنصك بكامل حواسك الكاملة للموظفين إعلاما مما يدور بأفضل الطرق لإغلاق مثلا فجوة الالتزام وجعلهم يشعرون بالانتماء ويبعد عنهم كل الوسائل أو الطرق التي تؤدي إلى حدوث شائعات ما بين الأفراد أو الأشخاص داخل العمل عن طريقة مهارة الاتصال والاستيعاب الأفراد والاستماع والاستغاء للموظفين بكل ما يحدث حولهم حتى يتخذوا قرار المناسب هناك قواعد أساسية طبعا في الاستماع أو الإنصاط لابد أن تكون مثلا عندما تتكلم أن تقف فلا تستطيع الإصراء وأنت تتكلم لابد أن تكون تستمع للطرف الآخر أن تضع المتكلم في وضع مريح طبيعي يتمهد له المجال أنه يتكلم ويتحدث بحرية بإتقان أنه تشعر المتكلم برغبتك أنت نفسك بالاستماع له من خلال المتابعة ومحاولة الفهم أيضا بتحاول أنه ما تبينش أنك أنت مذهول مرتبك بضبط تصرفاتك وعدم الانصراف إلى أشياء أخرى أو الانشغال بأشياء أخرى حتى تعطي الأهمية بعملية الإصغاء أيضا المشاركة ومعرفة اللي هو الدخول إلى وجدان المتكلم حتى يستطيع أن يتكلم بأرياحية وتكون صبور في الاستماع لأكبر وقت مع عدم مقاطعة المتحدث تضبط أعصابك حيث أن الشخص الغضبان طبعا أحيانا بتضبطش أعصابه بيكون عصبي بيستطيع اللي هو الانفعال بطريقة خاطئة بيتكلم بطريقة خاطئة لابد أن يكون سهل في المناقشة في أنه تطرح بعض الأسئلة وذلك بأن تشير إلى إصغاءك من الأفضل أن تكون هذه الأشياء طبعا موضوعية أن تقف عن الكلام طبعا هو الإشهد الأول والأخير أن تقف عن الكلام حتى تعطي الفرصة للطرف الآخر لأن الله سبحانه وتعالى يعني من زكة عملية أنه إحنا لابد أنه الوقوف عن الكلام والإصغاء للمتكلم أو المتحدث لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بذنين اثنتين أحدهما لفهم القصد والأخرى لإحساس ولكن أعطانا ربنا سبحانه وتعالى فم ولسان واحد للتحدث أو التكلم وأيضا المتخذي القرار لا يصبحون بمعنى أنه الإصغاء يكون أكثر من اللي هو التكلم أو التحدث أمام الآخرين ولابد من الانتباه للي ما يتحدث إليه ونعطي الفرصة الكافية وتوفير كل ما يستلزم من خلال الأبحاث العلمية اتوصل الباحثون إلى أربعة أنواع من الإنصاط والاستماع اللي هي الإنصاط بهدف الحصول على المعلومة أني أنا أنتظر وأنصت لغاية ما يتكلم المتحدث أو المتكلم عن المعلومة وبذلك طبعا نضمن الاستماع من أجل الحصول على الحقائق الإنصاط النقدي بيتضمن تقييم المادة التي يدور حولها موضوع الاتصال إنصاط عاطفي وأيضا يشير الإنصاط الذي يقوم على المشاعر يقوم به الفرد طبعا في اتصال في اطار الاتصال الشخصي والمشاركة ومشاركة المتحدث في مشاعره ومشكلاته الإنصاط بهدف الاستماع وهذا النوع الرابع بمعنى اللي هو الإنصاط بهدف الحصول على المعلومة إنصاط نقدي إنصاط عاطفي والإنصاط بهدف الاستمتاع العبارات واضحة العبارات السلسة بإمكاننا قرأتها وفهمها للتعرف على الفئات الأربعة أو الأنواع الأربعة من الإنصاط أو الإنصاط حتى يمكننا إدراكها والتعامل معها وقدرتنا على التقوية أو تنمية مهارتنا من خلال اللي هو الإنصاط الإنصاط طبعا بمر مراحل أساسية هي الاستمتاع بالإنصاط التفسير الاستيعاب والتذكر والاستجابة مهمين جدا نعرف مراحل الأساسية من الشروط الأساسية للمستمتع الجيد طبعا إن أكون منتبهة العبارات تدخل في مضامين واضحة ومتداخلة من حيث المستمع الجيد لعملية لما يكون عندك المهارة في الاتصال والتواصل يكون عندك قدرة على الانتباه إلى السياق الحديث الانتباه إلى مشاعر المتحدث ومرعاطها كما قلنا في المكون العاطفي الحرص على استيضاح المعاني من خلال الأسئلة الفعالة أيضا تفسير الصمت بشكل صحيح يعني الصمت أن الأفراد لا يفهمون معنى الرسالة أو لا يوافقون عليها أو يدخرون معلومات قيمة عن موضوع الاتصال ولا يريدون الإفساح عنهم إذن لابد من استيضاح المعنى من خلال الأسئلة حتى لا يكون الفهم خاطئ هذه من الشروط الأساسية للمستمع الجيد أما مهارة التحدث هي قدرتنا أو قدرة الشخص على اكتساب الموقف الإيجابية السلوك الإيجاب ردوده الاجتماعي اتصاله بالآخرين بتكون طبعا من موقف الحديث دائما من المتحدث اللي بيحاول نقل فكرة معينة جذب الطرف الآخر من خلال عنصر التشويق من خلال المعنى اللي بدي يطرحه فالمستمع لا بد أن يكون قادر على فهم الشخص الآخر من خلال قدرة الشخص الآخر على الحديث أو التكلم بمهارة اللي هي تجذب الطرف الآخر العناصر الأساسية التي تمثل ضرورات الحديث المؤثر طبعا منها المعرفة وهذه ضرورية جدا الإخلاص ويكون المتحدث طبعا مؤمن بما لديه شخص أمين محل ثقة يولد لدى الشخص المستمع الاستجابة الإيجابية الحماس عنده والرغبة بيكون طواق للحديث حتى يمكن نقله للموضوع بكل حدافير بأمان بثقة وبيعطي طبعا هذا الحماس بينعكس على الآخرين في حسن اللي هو الاستماع له وبأهمية الرسالة المراد نقلها الممارسة الحديث المؤثر لا يختلف عن أي مهارة أخرى يجب أن تسقل من خلال الممارسة طبعا بتزيل حاجز الرهبة إذن مهارة التحدث مهارة الإنصاط من خلال من المهارة اللي هو التواصل والاتصال الشروط الأولية لإلقاء الحديث الجيد من خلال إيجاد موضوع جيد طبعا الحديث حتى يجز بالطرف الآخر تحليل طبيعة الجمهور حتى تحدد المستوى اللي أنت هتعطي أو تتحدث أمامه حتى يكون من خلاله تقبل الموضوع ذاته يعني في أمثلة كثيرة ومتعددة فلا يسعنا المجال لطرحة في كيفية تحليل طبيعة الجمهور لتحديد مستوى المعرفة بموضوع الحديث أيضا إيجاد الموضوع الجيد ونذكر أمثلة أخرى لابد أن يسبق إلحقاء الحديث مراحل تضمن تحديد الأهداف المتحدث تحليل نوعية الجمهور بدقة وتعريف المحتوى وبناء الحديث اللي ممكن ناخده فمن خلال معرفتنا لمهارة الاتصال والتواصل لابد من تعريف العناصر الأساسية الخصائص طريقة التحدث طريقة مهارة الاستماع والإنصاط الجذب الانتباه الأمان الثقة من خلال التكتيكات الفعالة في التحدث لابد من التعبير الواضح استخدام النماذج والأمثلة الانتباه لردود أفعال الجمهور القدرة على الإجابة بفعلية على أسئلة الجمهور والسمات التي يجب توفرها في المتحدث الجيد هي الموضوعية لابد أن تتوفر به صفة الموضوعية الصدق الوضوح والسلاسة الدقة والالتزان الانفعالي أيضا المظهر من السمات الأخرى هي السمات الصوتية والسمات الإقناعية طبعا الصوتية في التحكم في نبرة الصوت وتحدثه أمام بطلاقة تحدث بوضوح تخفيض الصوت عند اللزوم وتعليق الصوت عند جذب الانتباه السمات الإقناعية بقدرته الإقناعية ومن خلال مجموعة المهارات المتمثلة طبعا في قدرته على التحليل على الابتكار في طريقته على العرض والتعبير والقدرة على الضبط الانفعالي أيضا القدرة على تقبله للنقد من أي طرف يكون لديه أسئلة لديه استفسارات معينة في الموضوع نفسه بهيك مكون أنهينا مهارة من أهم المهارات اللي هي مهارة الاتصال والتواصل اللي من خلالها يمكن أن يكون لدى الشخص الآخر مهارة اللي هي الإنصاط والاستماع التفاوض والعرض والتكلم كيف كتكلم أمام الجمهور والطرق المختلفة اللي من خلالها يمكن توصيل الرسالة إلى المستقبل بوضوح وسلاسة نجد هنا مهارة للسكيلز للبلاني مهمة جدا وكما ذكرت هذه المعلومات سبق أن لديكم معرفة متكاملة بها ولكن نأتي الآن بعرضها بصورة مهارة لابد من اكتسابها لابد من تطويرها لابد من تنميتها فالتخطيط البلاني هو أساس لازم طبعا لتنفيذ أعمالنا على جميع المستويات ضروري لتنفيذ الأعمال للبرامج وتكون هذه الأعمال على أسس علمية مدروسة بتوصلنا بتوفرنا الجزء وتعطينا اللي هو مدى أهمية الاعتماد على البلاني في جميع النشاطات والتصرفات ومن لا يخطط طبعا يخطط للفشل فلابد من اللي هو بعملية التخطيط أن تكون لدينا المهارة الكاملة في التنبؤ في المستقبل يكون لدينا المهارة الكاملة في الاستقراء الحاضر في الدراسة الحاضر استقراء الماضي وتنبؤ بالاستقبل يكون لدينا أهداف مرجوة يمكن تحقيقها فالتحقيق طبعا كما ذكرنا أنه التنبؤ بالمستقبل أو التقرير سلفا بما يجب أن تكون عليه الشخصية أو المؤسسة أو الأطراف الأخرى أيضا هي رسم صورة مستقبلية لما سنكون عليه أو ماذا نريد أو بالإجابة على ماذا نريد من هذا العمل أو هذا الموضوع للوصول إلى الـ الـ الاهداف الغايات المرجوة طبعا بكفاءة وفاعلية بأقل جهد وتكلفة ممكنة وهو علم التخطيط وعلم التنبؤ بيشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع طبعا الاستعداد ووجود خطط مدروسة ومعروفة لدى الشخص كخطط طويلة المدى أو قصيرة المدى وهكذا من خصائص التخطيط الجيد اللي هو استشراف المستقبل هذه لدينا معروفة نتبأ بالمستقبل نستخدم وسائل ونمازج اقتصادية وإحصائية متكاملة بتكون لدينا مجموعة التدابير المعتمدة والموجهة الاختيار ما بين البدائل المختلفة حتى نمنع التناقض والاختلاف ما بين الأهداف والوسائل أيضا استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة من مشارية تكنولوجية مالية مواد خام وهكذا الاتسام بالواقعية والشمول أيضا موجود خطة من خلالها نضع التخطيط في صورة برنامج وهو محدد المعالم والأجيال من الأسس ومرتكزات التخطيط الجيد أن يكون مواقعي يحاكي الواقع وليس محدد الخيال المرونة الفلكسيبليتي الشمولية أن يكون الخطة الشاملة البساطة الوضوح المشاركة في وضع الخطة التناسق قواء الانسجام كلها أسس ومرتكزات مفهومة وواضحة كما ذكرت تم اتعرف عليها ولكن هنا لابد من دراستها ومعرفتها وثقل مهاراتنا بالمراجعة لأسس ومرتكزات التخطيط الجيد من مبادئ التخطيط طبعا الأساسيات الأسئلة التي تم طرحها أين نحن وماذا نريد وما هو وضعنا الحال كيف نصل إلى ما نريد أو الهدف الذي نريد الوصول إليه وكيفية الوصول إليه بالطريقة التي ممكن استخدامها أيضا كيف نتأكد من وصولنا إلى تحقيق الهدف من خلال التقييم واللي هو الكونترولينج الرقابة والتقييم على كل مرحلة من المراحل التي يتم بها التخطيط التخطيط مهم جدا لدينا في كل مراحل حياةنا سواء على الصعيد الشخصي أو العملي نحد للتحديد وتوضيح الأهداف طبعا تجنب تشتت الجهود بيكونش فيه عشوائية تنبؤ بالمشكلات بنستعد إلها من عد الكوادر اللي من خلالها نحصل على إمكانيات وقدرات الأفراد أيضا منوفر الوقت ومنديره إدارة جيدة ومنوفر في الإمكانيات البشرية والمادية وأيضا بيكون عنا اللي هو القدرة على الرقابة وفق المعايير والمقاييس الموضوعة والتسلسل وتتابع لمراحل التنفيذ المختلفة هذه هي فوائد التخطيط أو أهمية التخطيط من مراحل التخطيط طبعا تمر عملية التخطيط بمراحل مختلفة المرحلة أولى المدرس العوامل المحيطة بالمنظمة لها العوامل الخارجية اقتصادية اجتماعية سياسية وظروف البيئة الداخلية كذلك من كفاءات وقدرات نحدد الأهداف العامة نحدد الأهداف الخاصة اللي من خلالها طبعا تبع على الظروف الموجودة عندنا فمن الأهداف إما أن يكون مثلا الحصول على عائد من الاستثمار ممكن حصول على تقليئ ممكن العمل على تقليص الخسائر بنسب معينة ممكن زيادة التصدير إلى دول مختلفة وزيادة الإيرادات المبيعات هناك الكثير من الأهداف المرجوة من عملية التخطيط أما الخطوة الثالثة فهي على ضو وتحديد الهدف منحدد البديل اللي من خلاله نستطيع نحقق الأهداف وهو الزيادة على العائد ويكون أمامنا أن نتوسع إذا أردنا الزيادة على العائد زيادة العائد على الاستثمار لابد من التوسع في خطوط الإنتاج أو تبني طبعا منتج جديد أو نستثمر طبعا المبالغ في شراء أسهم سندات وهكذا أما الخطوة الرابعة وهي التقييم بعد وضعنا للأهداف نريد أن نقيم الهدف هل الهدف توصلنا إليه كان حقق هذا الهدف تم تحقيقه وبناء على الخطة وهل تم اللي هو النتيجة أو المرجوة تم الحصول عليها من زيادة اللي هو العائد على الاستثمار أما الخطلة الخامسة فهي الاختيار ما بين البدائل المتاحة واللي هو متمثلة في تقييم البدائل حتى نبدأ في مرحلة الاختيار أو تحديد البديل الأفضل ولكن الخطوة السادسة هي في ضوء البديل أو في ضوء البديل المختار أو ضوء الأمثل اللي تم اختياره يقوم المخطط بتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن اللي هي وضع البديل المختار البديل الأمثل البديل اللي تم اختياره للتنفيذ وتكون الأنشطة على شكل طبعا سياسات وإجراءات قواعد برامج ميزانيات يجب طبعا أن نلتزم بها حيث من دونها إحنا لا يمكن أن نضمن تنفيذ العملية أو الخطة في عندي أنواع مختلفة من التخطيط تخطيط اللي هو استراتيجي عندنا تخطيط على مدى طويل طبعا للممارسة من خمس سنوات أو أكثر أو من عشر سنوات التخطيط التكتيكي اللي هو طبعا تخطيط الاستراتيجي يكون على مستوى من الإدارات العلية ويكون تأثيره بعيد المدى أما التخطيط التكتيكي فهو التخطيط بيكون تمارسه الإدارة الوسطى والإدارة العلية بيكون مشرفة وتأثيره متوسط المدى وبيساعد التخطيط الاستراتيجي أما التخطيط التشغيلي اللي هي بيتمارسه الإدارة الوسطى والإدارة الدنيا وتأثيره متوسط المدى وتخطيط التكتيكي اللي هو مثلاً تحديد احتياجات إدارة الإنتاج هنا في الأنواع المختلفة هناك العديد من تقسيمات على هيئة التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي هناك من يقول أن هناك تخطيط استراتيجي وتخطيط تشغيلي فقط هناك من يضع تخطيط استراتيجي تكتيكي تشغيلي تنفيذي لكن إحنا نكتفي بأنواع التخطيط المكتوبة أمامنا من حيث المدى وتأثيره اللي هو استراتيجي تكتيكي تشغيلي من حيث المدى الزمني يعني إحنا ممكن هذا المدى لهو الاتساع أو النطاق لكن هنا حيث المدى أو حسب المدى الزمني لهو تخطيط طويل المدى وتخطيط متوسط المدى وتخطيط قصير المدى حسب المدة الزمنية وأيضا في إختلاف المدة الزمنية أما التخطيط حسب الوظيفة إما أن يكون تخطيط للإنتاج أو تخطيط للتسويق أو تخطيط مالي أو تخطيط القوى العاملة أو القوى البشرية ومن خلال معوقات التخطيط اللي هو عدم الدقة طبعاً في المعلومات والبيانات وعدم صحة الفوركاستنج التنبؤات والافتراضات اللي وضعناها الاعتماد على الغير في وضع الخطة وعدم متابعتنا لخطة عدم اللي هو الاتزام بالخطة نفسها وقلة إدراكنا لأهمية التخطيط وجود التخطيط في حياتنا ومؤسساتنا ومهارة كاملة بود من تنميتها وتغزيتها أيضاً المتغيرات المستمرة اللي هو الظروف الغير مستقرة في البلد وعدم مراعاة قواعد التخطيط السليمة بهذا نكون قد أنهينا كما خططنا ووضعنا أهدافنا للتعرف على مهارتي الاتصال والتواصل ومهارة التخطيط من خلال أنواع مختلفة للمهارات وإلمامنا الإلمام الكامل بكيفية التخطيط وأنواع التخطيط ومستويات التخطيط بجانب قدرتنا ومهارتنا على حسن الإنصاط والاستماع والتحدث والطلاقة وإصال المعلومة بالقدر الكافي طلابي وطالباتي العزاء بهذا القدر ننتهي من الجزء الأول من الفصل السادس من مصاق بناء تطوير الذات وهو المهارات والفنون الذاتية وإلى اللقاء تمنيات لكم بالنجاح والتوفيق